السلام عليكم يا شيري جاسبر كفوزالي بيان ان شاء الله تلقاكم هاد الفيديو انتو ما بخير وعلى خير اليوم جيتكم بوصفة تاع خبز ولا اروح خبز بزف خفيف وبنين ونديروه كنوع من التغيير معاكو عارفين رجاي رمضان دونك اختر على خطرة نبغون فاجئو العائلة تاعنا بنوع خبز جديد هاد الخبز الفوغاس يجي بزف بزف خفيف ويجي كي ما كتشفو يجي شبه شوية الباقيت الباقيت روحوا نشوفوا المقادر تاع الوصفة بالنسبة للوصفة رح نحتاجوا فيها رح نحتاجوا فيها مغرف كبيرة سكر مع زج مغارف كبار خميرة الخبز مع 500 غرام فارينو ورح نحتاجوا فيها 5 مغارف زيت زيتون ومغرف صغيرة ملح مغرف صغيرة جديد كامل المكونات كامل المكونات مع الفارينو وغادي نبدأ نخلط هادوك المكونات مكتشفو معي كامل الملح ونبدأ نخلط هادوك المكونات تاعنا بعد طريقة كما ركو تشوفو معي ونبدأ نعجل في لابات التاعنا بالما دافي لما من ندفوه بالذافغي شوية ومن خلوه شتاني بارد شوية دافي تحطوه فوق النار ياربي واحد دقيقة هاكا وتقلعوه وانطفوه ونتبه نطم هادوك المكونات لما نطم هادوك المكونات بتاعنا بهذه الطريقة ونزيد المما بشوية ونطم هادوك المكونات كما ركو تشفوها معي لما قابلة سنبدأ نميها فكما ركو تشوف فيها تس immillah شوفو ماي سنبدأ نطم المكونات في stove ونبقي نزيد نشم بخيص باحثية ونديرهم في العبات باش ما نكترش الماء ونبدأ ندلك فيها ندلكوها جيدا كما رك تشوفوا معي تلكتها جيدا حتى تطرى معنا جينا جينا عجينا طريا جيم بات مولاند اهلا ما بتشوفوا معي راهي سيبون راهي راهي واجدة ما بتشوفوا معي ولا تلكتها بيان جيب كثيرا خفيفة هذا الخبز يجيب كثيرا خفيفة سوف نغطوها ونخلوها نخلوها تتخمر معنا انا قدت لي واحد الساعة هكا في الاختمار هنا أبخي ما تتخمر سمعنا كما كتشفوا معي سوف نهبط لي هذه الخميرة هنا كنت دهنتي الدية بشوية على الزيت بشوية لتلصق في الدية نحيسها من هذه البورت المرجي اللي كنت تحطسها فيها نقسم لابات على اثنين ونبدأ نحل في هذه اللابات التاعنا بهالطريقة كما كتشوفوا معي كما كتشوفوا في الصورة نبدو نحلوها هكا على شكل حربوش طويل نطولوها بسكو هادي تطلع في الفور غادي تطلع علينا في الفرن دونك فالا وغادي نشكلوها على شكل بغاسلي بغاسلي مقسوم على زوج في النص كما شفتوا معي بهالطريقة دونك تشكيلها ره سهل ما كاش اسهل من هاك دونك ره باين تشكيل تاحا دونك هادي رفتها حطيتها في البلا اللي غادي نديرها في الفرن يكون زدهنتها بشوية تاع شوية زيت ولا شوية زبدا وغادي نزينها بشوية تاع تاع فارينو نزين الوجهة تاحا بشوية تاع فارينو نجيب شوية فارينو نديرها من الفوق نديرها في الفرع المية وثمانين درجة حتى تتطيب معنا ونجبتوها وهذه هي النتيجة كما شفتوا معايا كنت شوفوا معايا الفوق هاستعنا كيف هجا جا ما شاء الله هادي الخبزة اللولة وهادي الزوجة هادي اللي خرجتها غير ترقى من الفرن جات ما شاء الله تشاهي وصفها رائعة الرمضان ان شاء الله يا ربي هادي من الوصفات اللي سجليها الرمضان بسكو جي بزاف شوتوا معايا لابات تحاكرها جاية من الداخل جي بزاف بزاف خفيفة شوفوا جي كما البان باقية جي كما الخبز تاع تاع برة ما كتشوفوا معايا جي هشيشة ومقرم شامل برة وهشيشة من الداخل رطبة من الداخل جي بزاف بزاف بنينة وخفيفة نتمنى ان الوصفات تاع اليوم تكون نالت اعجابكم ما تنسوش تبغطجوها مع احبابكم مع صحاباتكم باش تعمل فائدة وكامل نستفادوا ان شاء الله بقالها لكلكم تظلوا لي فروحتيكم على المشاهدة بيسو باي شكرا